السلام عليكم وأهلا بكم في الدرس الثالث من كتاب سلسلة إسطنبول لتعلم اللغة التركية A.E.K. نكمل معكم الوحدة الأولى من فقرتها الثالثة اسمها إنترنت تا في الإنترنت نتعرف على هذه الوحدة معا سارساتشل بشعر أصفر اوزن بولو أي لقامة طويلة جوزل كلو ذون الظارة توزل الشيء الذي نضع فيه الملح المملحة ما نسميها كرالك للإيجار شكر سيز من غير سكر بعض الجمل للتوضيح أكثر مافي جوزل سارساتشل اوزن بولو أنا طويل ذو شعر أصفر وعينان زرقاوة هذا الطعام غير مالح جداً أو ينقصه الملح كثيراً يَزْلِكَ أَوْرِمِزْ بُودْرُمْدَةً طبعاً يَزْ هيا السَّيْفِ يَزْلِكَ السَّيْفِي أي تصبح معنى الجملة بيتنا السَّيْفِي بُودْرُمْ بَنْ أَوْرَتْمَنْ لِكَ يَا بِيُورُمْ أَوْرَتْمَنْ هيا مُعَلِّمْ أَوْرَتْمَنْ لِكَ مِهْنَةَ التَّدْرِيسِ إذن تصبح معنى الجملة بَنْ أَوْرَتْمَنْ لِكَ يَا بِيُورُمْ أَنَا أَوْرَتْمَنْ لِكَ يَا بِيُورُمْ أَنَا أَقُومُ بِمَهْنَةَ التَّدْرِيسِ لَدَيْنَا فَقَرَتْ الْأُوْكُمَى القِرَاءَ أَرْكَدَشْ أَرْيُورُمْ أَبْحَثُ عَنْ صَدِيقِ لِنَقْرَأْ مَعَنْ Benim adım Merveh, ismi Marwa 25 yaşındayım, umri 25 Siyah, dalgalı saçlı, ay, bişar Mücağad ve esved Yeşil gözlü, aynayn, hudr Orta boylu, kama, mutabasita Beğaz tenli, başarabayda, sevimli bir kızım Bint, mehbubam Bir okulda öğretmenlik yapıyorum Akılmubimu mehneta tedris fi madrasa Dürüstlük, benim için çok önemlidir Dürüstlük, ay, as-saraha, wa-s-sadaqa Bin ejli muhimmetun cidden Benim adım Hakan, ismi Hakan 29 yaşındayım, umri 19 Sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu Ay, şar, as-far, wa-aynayn zork Gözlü klü, uzun az-zara, es-pirli Mühiblin, nukat ve müzah Yakışıklı bir erkeim Ve, zakarın, şabın, wasim Bir şirkette, mühendislik yapıyorum Akumu bimehnet elhendesa fi şarika Tembelli sevmiyorum La uhib, elkesel Tembel, kesul, tembellik, elkesel Benim adım Nesrin Ismi Nesrin 35 yaşındayım Umri 15 ve 16 Kızıl saçlı Şar, ahmar Yeşil gözlü Aynayn khudr Biraz kısa boylu Du, kama, kasira Neşeli İyi kalpli, hareketli bir bayanım İmra'a Zat haraka Ve kalp ciyed Ve bahice, mübtehice Bir hastanede doktorluk yapıyorum Akumu bimehnet El-tabib fi meşfe Denghis is in Sanlardan Hoşlanmür La uhib, el-tabib fi meşfe El-tabib fi meşfe El-tabib fi meşfe Nantقل الى الصفحة التالية Neteğrf معكم Al-tabib fi meşfe Al-tabib fi meşfe Idaf'a Lee Tatei بعد الاسماء وتجعل من الاسم الذي اضيفت له صفة بعض الامثلة وطبعا جميلون جدن الذي هو من بورسة بورسalı من بورسة اضافة Siz هي للنفي بعكس Lee ونأخذ بعض الامثلة وطبعا Siz Sız Suz Suz Derse Kalemsiz ودفتر Siz Gelmeyin لا تأتو الى الدرس Kalemsiz من غير kalem ودفتر ومن غير دفتر قرنجا قرنجا الامثلة ضرر 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 من غير ضرر أي النمل حيوانات غير مدر günlerim Sensiz Geçmüyor Sen هو Damir Ent أو Ent Sensiz بدون أو بدون iki Günlerim Sensiz Geçmüyor أيami لا تمضي بدون Saygısız insanlardan nefret ediyorum Saygı هو الاحترام Saygısız الغير muhtaramين صيقصız إنسانlardan نفرت ediyorum أنفر من الأشخاص الغير محترمين أو أقره الأشخاص الغير محترمين أشعادك كلملere أرنكتكي كيبي لِي و سيز اكي جترلم لنجلب إضافة سيز ولي للكلمات أدنى كما في الأمثلة صالقل بصحة صالقصız غير صحي شكير ل شكير سيز تزل ل تزسز سابر ل سابر سز سابر وغير سابر جوشل قوي جوشسز عديم القوة بشارل ناجح بشارسز غير ناجح سوشل مذنب سوشسز غير مذنب أكل ذكي أكل سز غير ذكي لذات لذيذ لذات سز غير لذيذ هاكل محق هاكسز غير محق ننتقل إلى الصفحة التالية والتي نتعلم فيها إضافة لك تأتي بعد الأسماء لتكون منها مكان أو آلة أو مهنة أو لتجعل منها اسم مجرد ولنتعرف على ذلك في الأمثلة طبعا قبل أن نبدأ بالأمثلة نستطيع إضافة لك 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 حسب الحرف الصوتي الأخير سيوت اسم لار أسماء مجردة مسلك اسم لاري أسماء المهن مثلا كلمة جزال جميل جزال لك الجمال إي جيد إي لك الجودة أو الصحة بول وفير بولك وفر سسز بدون صوت سسزل الهدو الظرو صحيح الظرو الظرو الصحة أريتما معلما أريتما أريتما مهنة التدريس قبط بوواب قبط مهنة البوواب دوكتور طبيب دوكتور مهنة الطب جزل صانع النظارات جزل جل مهنة صنع النظارات مهندس 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 مهندسل مهنة الهندسة هنا في الأمثلة التالية عندما تأتي في نهاية الأسماء إما تجعلها اسم أو صفات مثلا شكر سكر شكر لك أي المكان الذي نضع فيه السكر كتاب 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 لك مكتبة أو المكان الذي نضع فيه الكتب في المنزل تز ملح تزل مملاحة سوز كلمة سوزل موعجم جز عين جزل نظارة ستارة سوزل الستارة ياز صيف يازلق اف منزل صيفي طفل çocuklık günleri أيام الطفولة كرا ايجار كرالق اف كش شتاء ملابس شتوية عندما نضيفها إلى الكلمة التي يسبقها رقم فتجعل منها صفة مثلا ثلاثة أيام نقول أي طريق ذو ثلاثة أيام 4 كش 4 أشخاص 4 كش لك مساء طاولة لأربع أشخاص 5 بار 5 نقود 5 بار لك أدام رجل ذو خمس نقود يتمش 70 يتمش لك ننا جدا ذات 70 عام بعض الأمثلة في الجمل طوبة إسطنبول دا كيرالك بير أف آريور طوبة تبحث عن منزل للإيجار في إسطنبول أفا يني بير كتاب لك ألالن لنأخذ مكتبة جديدة للمنزل طبعا مكتبة هنا يقصد بها الرفوف التي يوضع عليها الكتب في المنزل كتلك يطلق يطلق لنفعل الأشياء الجيدة وللا نفعل الأشياء السيئة شمسية لأدام باني مبابا الارجول ذو الذي اعمره في المضى الله واب أخذ أرن تكتل بير أف أرن يجلس في منزل ذو تابق واحد النمم kımalı böreği çok seviyor امتي حب ال براك باللهما جدا tramvay geliyor dikkatli ol ال tramvay قادم كونها اليران her gün makarna ve pizza كل يوم يأكل makaronا وَبِيْزَا Çok sağlıksız besleniyor. Güzellik geçicidir ama aptallık kalıcıdır. أَلْجَمَال مُعَقَّد أَمَّا أَلْغَبَ فَهُوَ دَعْ أَنَّ أَنَّمْ أَنَّمْ أَنْمَ أَنْمَ أَنْمَا أَيْنَا ثَوْبَ النَّوْمُ أَلْخَصُبِ Aşağıdaki sıfatların zıt anlamlısını işaretleyelim. لنشر في عَكْسَ الْكَلِمَةَ التَّعْلِيَةِ سِنِرْلِ عَسَبِي أيها عَكْسَ الْكَلِمَةَ هل هي ساكِن أَمْ سِنِيرْسِز الصحيحة هي ساكِن لا نستطيع أن نقول سنِيرْسِز ذو غير أعصاب أو بدون أعصاب يَشْلِ عَجُوز عَكْسَ الْكَلِمَةَ يَشْصِزْ أَمْ جَانْجِ يَشْصِزْ تعني من غير عمر وهي خاطئة جَانْجِ هي صحيحة بَهَلِ غَالِ عَكْسُهَا بَهَصِزْ أَمْ أُجُوز عَكْسُهَا أُجُوز رَخِيص هَزْلِ سَرِيْعُ هَزْسِزْ أَمْ يَوَاشْ الصحيح هو يَوَاشْ وَأَفْلِ مُتَزَوَّجْ أَفْزِزْ أَمْ بَكَارْ طبعاً بَكَارْ لأن أَفْزِزْ دَعْنِي من غير منزل طبعاً بالنسبة لي كلمة لستسي رابط تحميل الكتاب بصيغة الـ PDF موجود في الوصف أتمنى أن تقوموا بتنزيله وقراءة الكلمات بتامعون وإن كان هناك كلمة لم تفهموها فاكتبوها في تعليق شكراً لكم على حسن متابعتكم لنا أرجو الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر اشتراك الموجود أسفل الفيديو ودمتم في أمان الله